هدايا مجانية كانت ممكن تكلف النادي الاهلي كتير جدا وبما ان النادي الاهلي راح يلاعب التراجي التونسي فحزاري كل الحزر من الهدايا المجانية اللي لعبت النادي الاهلي خصوصا رامي ربيعة ادها المازنبي في الماتش في لقطة مهمة جدا او لقطتين مهمين جدا معلش يا كريم انا متفاهم جدا ان في تفاصيل صغيرة وكرة تفاصيل بس تفاصيل دي كانت مهمة جدا تعالنا بتفرج على الكرة دي دي في الديئة 56 كم لعب من النادي الاهلي ضغط على لعب بتاع مازنبي اللي علي العلامة الحمرة دي رامي ربيعة مع لعب من مازنبي بعد كده اكرم توفيق واحمد نبيل كوكا ومحمد هاني الفرين بقى اللي بعده ادي هو الراجل ظهروا للجنب وشوا للخط مفيش اي نوع من انواع انه ممكن يعمل اي حاجة رامي ربيعة ضغط 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 انا والله يا كريم ابو فراجة ما بتشقوله من غير فاول من غير فاول من غير فاول من غير فاول الفريم الاولاني خالص الفريم الاول اول اول حتة فيها خالص اللي فيها الدوائر بص على شكل بتاع مازنبي عامل ازاي وشكل عبت النادي الاهلي عامل ازاي تعال بقى نروح للصورة اللي بعد الفاول انت بتقدم له حل هنا في الحل بص بقى الكريم عامل ايه الفريم اللي بعده بص بقى اه ما حصل فاول هدي الفاول اللي جي منه الهدف اللي قلغي على النادي الاهلي هدي غلطة كت ممكن تكلفك كتير جدا وفي تونس ما حدش ارحامك ده مكدر اقول دايما الفرق الكبيرة تبقى بخيلة جدا في الكرات السبتة لقون دراك بالجيب انت بتديله انت بتديله افضلية النوية تعال نشوف الكرة ده الهدف اللي جي وقول غلاء ده تعال باششوف الكرة التاني نفس الكرة برضو مازنبي بيعلق كرة مفيش اي شكل من خطورة المازنبي غير من الكرة السبتة نكمل الكرة اللي بعدها هنا الكرة نطت رامي ربيعة هنا انا بالمنطقة البساطة ممكن اطلع بدماغي وانا سابق اطلع الكرة في الاوت رامي ربيعة عمل ريسك غريب جدا نكمل الكرة اللي بعدها اما الراجل طلع شايد برجله ونازل برجله على الراجل وكان ممكن نبقى فيها باربط جزاء طب الكرة دي طلقت كورنر تعال نشوف الكورنر جي منه اه كريم نكمل بقى بص هنا هو كان ممكن يطلع بدماغه وطلعه في الاوت اما طلع ونزل على الراجل وممكن حاجات زي كده تحصل اكرم توفيق كل ده في خمس دقائق فاول الشوت التاني فانت هنا بتتكلم نادي قال لك بتعالي سفر سفر لو الامور كانت واحد سفر واحدة من الكورتين دول كان موضوع بعض يعارف ليه بقى كريم السنة اللي فاتت الوداد كل مصر قبل المبارد بتقول لك ايه بلاش النادي الاقل يعمل فاولات في طرف الملعب عشان يحيي عطيط الله اللي اوفرات اللي بيعملها وعلي معلول عمل فاول فاول تلت ساع واللي جي منه هدف الوداد فحزاري كل حزر من الهدايا المجانية اللي انت ممكن فريق مش قادر يوصلك فانت بالتالي بتديله بس كرة سابتة احيانا انت بتبقى مجبر يعني لعيب مثلا روغك وحييبقى حاجة خطر انا معاك الفاولات جزء طبعا بس اللي هو محمود بيقوله ده مهم جدا ما تبقاش انت كريم في اعطاء الفاولات وخصوصا لو راكب الجيم فيه احيانا لو انت اللي بتدافع ماشي اعمل مخالفة بدل ما فكرك بحاجة سريعة مطش مصر والقروجوي الجن دخل في مصر الفاول محمد عبدالشافي الراجل بتاعه القروجوي مدي دهره للجن ووشه للخط محمد عبدالشافي خبط الراجل حصل الفاول اللي جي منه جن بتاعه القروجوي وانت طول المطش عمال بتاعفر فده لنا بكلمك تفاصيل صغارة في النهائيات مع فرق الشمال افريقيا عارف ونسبة تفاصيل الصغارة دي عرام الربيع هو اعلى تقييم في الاهلي في المباراتين يعني التقييم في المبارات الزي ومبارات العودة وعمل مباراتين جايدين جايدتين جدا بس ايدي تقول نقطة مهمة جدا انه ممكن شغلك وتعبك في المبارات كله يروح بغلطة زي دي بغلطة بسيطة جدا تخلصتك الحكاية خالص ترجمة نانسي قنقر